تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطاعم برغايا بتوقيف شخصين يقومان بتقليد وتزوير علامات تجارية للأجهزة الكارومنزلية بحي الحاميز بلدية الدار البيضاء وولاية الجزائر وهذا يندرج ضمن حماية المستهلك من الغش ومحاربة الجريمة بشتاء نوعها القضية جاءت إثر معلومات والدة لأفراد الفرقة أين تم استغلالها والبحث والتحريف في الموضوع حيث توصل لشخصين يبلغ من العمر 42 و45 سنة يملك محلات تجارية خاصة ببيع الأجهزة الكارومنزلية تم تنقل رفقة مصالح التجارة للدار البيضاء ومعاية المنتوجات أين ضبطت هذه الأجهزة بعلامات أوروبية معروفة ولكن بعد الخبرة والتحريف في الوثائق تبين أنها مزورة وأنها في الحقيقة أجهزة بعلامات تجارية مجهولة المصدر وبقصة الثمن يتم مسحها بمواد مجهولة ووضع في مكانها على مادات صنع أوروبي وبعيها بأثمان باهظة وهذا من أجل الربح السريع تم توقف معنيين وحج 35 جهاز من مختلف الأنواع مزورة وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة